في بنجلاديش أسرت المغنية الصوفية ريتا ديوان بصوتها الجماهير لسنوات واليوم هي مهددة بالقتل وتعيش في خوف من أن تكون كل حفلة موسيقية هي الأخيرة لها ريتا ديوان البالغة من العمر 38 عاما هي واحدة من قلة قليلة من النساء في البلاد اللواتي يؤدين أغاني صوفية وشعبية وفقا لأسلوب باول للإنشاد الصوفي المدرج منذ العام 2005 على لائحة اليونسكو باعتباره تراثا غير مادي للبشرية وفي بنجلاديش التي يبلغ وعدد سكانها 168 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين اتهمتها أربع شكاوى على الأقل بتشويه صورة الإسلام والإساءة إلى المشاعر الدينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر